بعد تأجيل مهرجان أيام قرطاج الكوريغرافية العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد يعود هذه المرة رقمياً عبر صفحات الموقع الرسمي للمهرجان وشبكاته الاجتماعية للالتزام بقواعد السلام من الفيروس المهرجان دام أربعين دقيقة هدفه خلق ثورة فنية من التجليات البصرية والصوتية والإيماءات الجسدية لاكتشاف مواهب جديدة وتكوين جمهور يهتم بالرقص والفن الكوريغرافي وتعزيز ثقافتهما في تونس مديرة المهرجان قالت إنه تم اختيار دورة رقمية لأن الراقصين والكوريغرافيين التونسيين ليس لديهم الكثير من المناسبات لعرض إبداعاتهم مضيفة أن أحد أهداف المهرجان تشجيع الخطوات الأولى للشبان والشابات الدورة الثالثة كانت بشتم في جوان 2020 فأجلنا الدورة الثالثة وما نجموش نعود أن أجلوا مرة ثانية فاخترنا دورة رقمية أنها تكون دورة رقمية لأن الراقصين والكوريغرافيين التونسيين معانتها ليس لديهم الكثير من المناسبات لعرض إبداعاتهم ولذلك معانتها ضررنا أنه مهم أن الدورة هذه تتم وبالطريقة رقمية دورة رقمية لا يعني أن نضع كاميرا ونسجل العرض لا فكرنا مع كل فريق المهرجان وفريق التقني كيف نحترم الرؤية الفنية للفنان والكوريغراف المشاركين السنة هم مشاركين تونسة مية بالمية تونسية ويمكن الخصوصية أنهم أكثر أكثريتهم شبان وشابات أردنا أن نشجع الخطوات الأولى والجدير بالذكر أن الكوريغرافية هي فن تكوين الرقص وظهر المصطلح نحو عام 1700 نتيجة الجمع بين كلمتين يونانيتين قديمتين تعني الرقص المستدير والتسجيل هذا وبدأ تطبيقه على فن تشكيل الرقصات وعلى فن الرقص بشكل عام ووفقاً للمعايير يشير المصطلح أيضاً إلى تنظيم الغرف بأشكال فنية أخرى مشابهة للرقص